في رحلة الزمن الفني يعيد كاظم الساهر تشكيل ملامح القصيدة المغنات محلقاً عالياً بالحانه فوق سماء الإبداع منذ بزوغ فجر مدرسة الحب وحتى غروب مع الحب يثبت القيصر أنه ليس مجرد نجم يضيء سماء الطرب بل هو مجدد يعيد صياغة مفاهيم الغناء العربي أولاً يعلن مع الحب عن أربعين عاماً من العطاء الفني متوجاً مسيرة الساهر الحافلة بالإنجازات منذ شجرة الزيتون ثانياً يكسل الصمت الذي دام ثماني سنوات متحدياً عصر السرعة والترند ليقدم عملاً يعيد تعريف الجودة والعمق في زمن اللحظية يكرم الساهر ذكر كريم العراقي الصديق والشريك الإبداعي بألحان تحاكي روح الراحل مع الحب ليس مجرد البوم بل هو رسالة وفاء تعبر عن امتنان الساهر لجمهوره الذي ظل ينتظر بشغف يقدم القيصر 13 لوحة فنية تعزف بأنامل الشرق وتصاغ بروح الأوبرا منزجاً بين الشعر والموسيقى بأسلوب يعيد تعريف الإبداع في كل قصيدة يحلق الساهر بناء العوالم جديدة مستعيناً بأقلام شعراء أمثال نزار قباني وكريم العراقي ومضيفاً إليهم أصوات جديدة تثري تراث القصيدة العربية وبمساعدة الموزعين الموسيقيين ميشال فاضل وهشام نياز وفاضل فالح يقدم الساهر تجربة غنائية تخلد في ذاكرة الطرب العربي مع الحب إذن هو تأكيد على أن كاظم الساهر لا يزال يجدد ويبدع وأن مخزونه الفني لا ينضب بل يتجدد مع كل لحن وكل كلمة معلناً عن فصل جديد في مسيرة الطرب العربي أغنية يا وفية لكاظم الساهر هي تعبير عن الندم والحنين يبدأ الساهر بالتأكيد على معرفة الله بمدى ضيق الدنيا عليه بعد فقدانه لشخص عزيز يستخدم كلمات مثل عمري أعذريني سامحيني ليظهر رغبته في الغفران والتسامح يتحدث الساهر عن الشجاعة في إظهار الضعف والندم أمام الناس معترفاً بأخطائه ومستعداً للتواضع وطلب السماح ويتطرق أيضاً إلى موضوع البكاء كتعبير عن العواطف متحدياً الفكرة القائلة بأن الرجال لا يبكون الأغنية تحمل الحاناً حزينة ومؤثرة تتناسب مع كلماتها العميقة وقد تم توزيعها موسيقياً بواسطة ميشا الفاضل إنها تعكس مشاعر الندم والحنين التي يمكن أن يشعر بها الإنسان بعد فقدان شخص مهم في حياته موسيقياً تنقل الأغنية المستمع عبر مقامات موسيقية متنوعة بدءاً من مقام الكرد ومروراً بمقام الرست وصولاً إلى النها وند مما يضفي عليها غنى نغمياً وعمقاً عاطفياً يبرز كاظم الساهر مهارته في التلحين والأداء من خلال تكرار العبارات بأسليب مختلفة معززاً الإحساس بصدق المشاعر لحن الأغنية يا وفية يبدأ بمقام الكرد على درجة ري ويتميز بانتقالات نغمية رشيقة تعبر عن مشاعر الأغنية ينتقل اللحن إلى مقام الرست من درجة صول مع العبارة بكى قلبي فرحاً ثم يتخلى عن الربع تون برست ويستقر على لنها وند من نفس الدرجة مع العبارة من قال لا يبكي الرجال في الثلث الأخير من الأغنية يبدأ كاظم الساهر بالتلاعب بالنغم وتشكيله بطريقة تشبه الصلصال مؤكداً على صدق دموعه وعمق مشاعره من خلال تكرار العبارة بتغير السلالم والطبقات الصوتية ودرجات الركوز هذا التلاعب النغمية يعكس عبقرية كاظم الساهر في الأداء والتلحين ويبرز العاطفة القوية التي تحملها الأغنية ميشيل فاضل الموزع الموسيقي يعطي الأغنية لمسة عصرية بإيقاع غربي هادئ مع توظيف ديناميكي للإيقاع يتناسب مع تقلبات الأغنية يضيف صول الأكورديون البريسي وآلة البزق اليونانية نكهة خاصة بينما تتناغم الطبول والوتريات الأركسترالية مع الكرال لتعزيز الأجواء العاطفية خاصة في الثلث الأخير من الأغنية الأغنية يا وفية لكاظم الساهر التي كتب كلماتها كريم العراقي تعد تحفة فنية تجسد الندم والحنين بعد الفراق يظهر البطل في الأغنية استعداده للتخلي عن كبريائه ويعبر عن ذلك بشكل مؤثر في الكبليه الثاني معلنا استسلامه ورغبته في العودة شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لشرح الأغنية نقدر دعمكم وحضوركم الدائم ندعوكم للاشتراك في قناتنا للمزيد من المحتوى المميز